السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمت بتثبيت JDK9 وبرنامج النيتبينز 8.2 على الجهاز وبعد تثبيتهم وتشغيل برنامج النيتبينز اخترت قائمة فايل أمر نيو بروجيكت لإنشاء مشروع جديد لكن ما ظهر لي شيء على الشاشة ولا ظهرت النافذة اللي تسمح لي بإنشاء مشروع جديد في نفس الوقت نلاحظ أن ظهرت العلامة هذه في أسفل النافذة في هذا الفيديو راح أذكر إن شاء الله حل لهذه المشكلة والحل هو استبدال JDK8 بدلا من JDK9 لتطبيق هذا الحل في طريقتين الطريقة الأولى أني أغلق برنامج النيتبينز أولا بعدين أنتقل إلى المجلد الموجود فيه اللي هو JDK9 والوضع الافتراضي له إنه يكون موجود في محرك الأقراص C Program Files مجلد Java أحدد هذه المجلدات أضغط الزر الأيمن وأختار Delete بعدها أنتقل إلى اللي هو جوجل وأكتب Download JDK8 راح تظهر لي النتائج أختار أول رابط موافق على اللي هو الشروط وأختار النسخة اللي تناسبني سواء كان Windows 86 ولا 64 اللي هو 32 bits or 64 بعد الضغط عليه راح يبدأ بتنزيل JDK8 أنا منزلتها مسبقا في مجلد Download فالJDK8 ظاهر عندي أضغط عليه ضغط مزدوج تظهر هذه النافذة أضغط على زر Next في هذه النافذة نلاحظ إن الجابة راح تثبت في هذا الباث أو في هذا المكان في الجهاز محرك الأقراص C Program Files Java JDK أضغط على زر Next اشترك been af مشكلار اشترك اشترك ثلاع أشترك في هذا البحث أضغط على زر next في النهاية نضغط على زر close بالطريقة هذه تثبت java في الجهاز فلو رجعنا إلى محرك الأقراص C program files java نلاحظ وجود jdk 8 موجود في هذا المجلد الحين نحتاج أن أعرف jdk 8 على netbeens لأنه لو رجعنا في الوقت الحالي واخترت netbeens شغلته رح تظهر للنافذة هذه اللي تبين أن jdk 9 غير موجود للnetbeens فلازم نعوض عنه في jdk 8 الطريقة أني أرجع إلى program files برنامج netbeens اختار مجلد etc في عندنا ملف اسمه netbeens configuration أضغط الزر الأيمن أفتح هذا الملف open with باستخدام النوت بعد يظهر لي هذا الملف نلاحظ لو تحركنا إلى جهة اليمين نلاحظ أن ما زال jdk 9 هو اللي معرف في الناتبينس فالحل أني أرجع إلى مجلد java وأحدد اللي هو jdk 8 أضغط الزر الأيمن أختار rename بعدين أضغط الزر الأيمن أختار copy أرجع ثاني مرة على هذا الملف اللي هو بالnetbeens netbeens configuration وأحدد jdk 9 أضغط الزر الأيمن paste فرح يظهر لي jdk 8 بدلا منه أغلق الملف رح يقول لي أنه فيه تغييرات هل أحفظ التغييرات نعم أضغط على زر save نفس المكان رح يستبدل لي الملف القديم فأضغط على زر save هل تريد استبداله نعم طبعا هني ما عطاني صلاحية فالحل بسيط أحفظه فيه نفس الاسم على my document أرجع إلى my document أختار cut أرجع إلى مجلة c program files netbeens etc أضغط الزر الأيمن paste هل تريد نقلة واستبداله فأحط نعم continue انتهينا الحين أحاول أشغل برنامج ال netbeens ثاني مرة نلاحظ أنه ما ظهرت للنافذة اللي تبين أن jdk9 غير موجود تعرف على jdk8 نجرب نختار من قائمة file new project ظهرت لي النافذة لإنشاء مشروع جديد فأختار java java application أضغط على زر next أحدد المكان اللي بنشئ فيه اللي هو البروجيكت نفرض إني أسميه example when finish بالطريقة هذه انحلت المشكلة في طريقة ثانية لحل المشكلة وهي أروح على control panel أختار programs and features من هنا ألغي ال netbeens وألغي jdk9 وبعدها أرجع وعيد تثبيتهم ثاني مرة فهذه طريقتين لحل مشكلة عدم القدرة على إنشاء مشروع جديد في برنامج netbeens 8.2 اشتركوا في القناة